قفزات عملاقة وغير مسبوقة شهدتها المرأة المصرية بعد 30 من يونيو فما بين استحقاقات وتمكين ورعاية استطاعت القيادة السياسية أن تعود بالمرأة لمكانتها الطبعية كجزء فاعل وعماد من أعمدة التنمية في الجمهورية الجديدة وعلى مدار عقد كامل أثبتت المرأة المصرية أن دورها القيدي هو أهم محور يرتكز عليه الوطن في وقت المحن والأزمات ورهان فازت به فاستعادت بفضله وبفضل وعي القيادة السياسية حقوقها الكاملة بأحرف من نور سطرت ثورة الثلاثين من يونيو ما فعلته بالمرأة المصرية من واقع أفضل ومستقبل أكثر إشراقا فالثورة استطاعت تغيير حال المرأة المصرية وتمكينها واسترداد حقوقها بشكل كامل فمنذ الثلاثين من يونيو 2013 حققت المرأة مكتسبات قوية ونجاحات متتالية والتقدم بخطى واثقة في مسير التنمية الدولة بفضل بوجود إرادة سياسية قوية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني خاصة وأن تمكينها من الوصول إلى المواقع القيادية وصنع القرار في مصر ليس مجرد مسألة عدالة أو مساوى بل هو محفز أساسي للتنمية المستدامة فثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرات المرأة المصرية على التعاون والابتكار والرعاية تجسدت في تمكينها سياسيا وتعزيز دورها القيادية حيث تلعب القيادات النسائية دورا محوريا في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل مزدهر اقتصاديا وبيئيا لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتميز ضدها عملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية وبفضل الإرادة السياسية تم صهر الأبواب الحديدية في مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق منها مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومية ومنصب المحافظ ورئيس المحكمة الاقتصادية ونائب لمحافظ البنك المركزي ورئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووكيلا لرئيس مجلس الشيوخ وبعد 72 عاما من النضال وفي خطوة تاريخية تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة 11 سنة مرت على ثورة الثلاثين من يونيو سيظل التاريخ يشهد للمرأة المصرية بأنها كانت في صدارة صفوفها وجميع الاستحقاقات التالية لها ورهانها هو الفائز بوعيها وبحسها الفطري الوطني وإعلاء كلمتها وإرادتها